موسيقى أسبوع جديد وحلقة جديدة من برنامجنا سيفزون الحلقة السادسة اللي رح أطلع عليكم بنقاط جديدة رح نحكي فيها عن الذكاءات المتعددة عند الطفل إيش هو مفهوم الذكاء وكمان أنواعه وشلون عم يتم تنمية كل ذكاء هالنقاط ونقاط أخرى رح نتناقش فيها مع المهندسة فاتن فرج مديرة مركز دعم نفسي للأسرة بالقامشلي يسعدني أرحب فيك المشاهدي سوبورو تي في برنامجنا وبالحلقة السادسة اللي رح نحكي فيها عن الذكاءات المتعددة عند الطفل أهلا وسهلا فيك فاتن معنا عبر شاشة سوبورو تي في يسعد أوقاتك سبارسا أنت وكل متابعين قناة سوبورو تي في أهلا وسهلا فاتن مريتانيا بحلقة جديدة من برنامجنا بالبداية فاتن خلينا نحكي عن مفهوم الذكاء إيش هو مفهوم الذكاء؟ شلون عم يتم تنميته؟ وكمان تصنيفاته حسب ما هو متداول بالمجتمع؟ وتنقول كمان هل هذا الذكاء هو مرتبط بالتحصيل العلمي أم لا؟ حقيقة سبارسا نحن الغلط الشائع أو المفهوم الخاطئ المتداول عنا مجتمعيا أنه نصنف الطفل تصنيفين يأما هو طفل ذكي يأما هو طفل غبي أو أنه الطفل إذا كان تحصيله العلمي عالي فهو طفل ذكي وإذا كان تحصيله العلمي مخفض فهو طفل غبي طبعا هذا التصنيف هو تصنيف واحد من مجموعة من التصانيف لإلى علاقة بالزكاء أولا بالنسبة لموضوع الزكاء عند نظرية الزكاءات المتعددة أثبتت أنه عنده الطفل وعند أي شخص أكتر من نوع من الزكاء هو ينقسم لثمان أنواع من الزكاءات طبعا نظرية الزكاءات المتعددة أو الحلقة الخاصة بزكاءات المتعددة عند الطفل موجهة لكل شخص موجهة لأولياء الأمور موجهة للمدرسين بالمدارس وللطفل نفسه لحتى هو يعرف قدراته وزكاءات اللي عنده يعرف يتعامل معه بناء على نظرية الزكاءات المتعددة كل شخص في عنده 8 أنواع من الزكاء ما في سبنثا أي كائن على وجه الكرة الأرضية عنده 8 قوية وما في عندنا أي كائن عنده 8 أنواع من الزكاءات ضعيفة ممكن يكون في عندنا الأشخاص المصابين بالاضطرابات العقلية الشديدة ممكن نستثنين من هذا الكلام ولكن حتى الأشخاص اللي عندهم اضطرابات عقلية متوسطة وخفيفة مثل المصابين بمتلازم الدون عندنا هالأنماط من الزكاء ونحن نشاهدين أكيد على كتير إنجازات لأطفال مصابين بمتلازم الدون لهيك نحن عندنا 8 هدول في قسم منهم 8 أنواع الزكاء في قسم منهم يكون عالي قسم منهم يكون متوسط وقسم آخر يكون ضعيف ولكن يبقى نحن علينا شلون يتم تنمية هذا النوع من الزكاء عند الطفل نعم فاتن أكيد رح نحكي كمان بخصوص هذا الشي إذا بدنا نعرف أنه الذكاء الموجودة عند الطفل هل هو ذكاء وراثي أم مكتسب وهل في معدل لكل واحد منهم أم لا حقيقة أثبرتها الزكاء هو الاثنين مع بعض هو وراثي ومكتسب في كتير من الأحيان نشوف أنه الوراثة تلعب دول طبعا ولكن تأثيره ضعيف تأثيره هي العامل الأضعف تأثير العامل المكتسب هو والأقوى تأثير العامل الوراثي في كتير من الأحيان تشوفي شخص قادر أنه يكتب شعر قادر أنه يكتب كتابات رائعة لأنه إذا رجعت لتاريخ العائلة تشوفي العائلة كلها أدباء وشعراء فهذا الشي توارثه من أهله ولكن كل الأنواع إذا ما تم تنميتها فالطفل ما رح يبدع ما رح نحس أنه هو الطفل الزكي ولكن نحن قادرين أنه نخلي هذا الطفل يكتسب أنواع الزكاة إذا نحن اشتغلنا على الطفل ونمينا هذا الزكاة عن الطفل تمام بهاي الحالة شنونا عم ينمو عقل الطفل كتير حلو سؤال كيف برسا نحن لحتى نعرف موضوع الزكاة كتير كويس نركز على النقطة البداية اللي هو نمو مخ الطفل حقيقة مخ الطفل وزنه تقريبا عند الولادة 300 إلى 150 جرام يتطور مخ الطفل لبين ما يوصل لمرحلة المراهقة ويكتمل أيضا وزن مخ الطفل في فترة المراهقة هو 1300 تقريبا أو 1250 جرام يعني تقريبا فرق كيلو كامل بين مرحلة الولادة وبين سن المراهقة لهيك معناته نحن عندنا المخ عند الطفل العام ينمو مخ الطفل يحوي على خلايا عصبية هاي الخلايا العصبية بالعادة عند الطفل في لحظة الولادة يكون ربع مخ الطفل فقط هو الناضج الربع بس هو مكتمل الربع اللي يكون مكتمل تكون الخلايا العصبية بهذا الربع محاطة بمادة دهنية هاي المادة الدهنية هي مادة عازلة للخلايا العصبية تسمح بنقل النبضة العصبية أو السيالة العصبية مثل إحساسه، مشاعره، ردات فعله نشوف إذا الطفل حق إيده عصبية رأساً يرجع لورا نتيجة هاي السيالة العصبية فنحن إذا عنا ربع دماغ الطفل فقط مكتمل أو ناضج أو عم ينتقل أو فينا نقول أنه ربع بس الخلايا محاط بهاي المادة الدهنية والربع الآخر أو القسم عفوا للآخر يكتمل خلال مراحل حياة الطفل مراحل حياة الطفل يتم طبعاً نضج ونموم هاي المادة الدهنية يتم نضجها عن طريق المهارات المعرفية والحركية عند الطفل اللغة، المشي، الحركة، يشوف طفل يتعربش بس لحتى يوصل لللعبة يتسلق الكنبات لحتى يوصل لللعبة أو لحتى يوصل للهدف اللي هو يريده فنحن بهاي الحالة لازم نكون وعيين لنقطة كتير مهمة أنه نحن دماغ الطفل أو المخ عند الطفل في لحظة الولادة يبلش ينمو ما نستنى لبعد سنة سنتين أو نستنى لبينما الطفل يحكي لا، أولاً الطفل في لحظة الولادة يبلش دماغ الطفل ينمو وهيك على مدار حياته في نقطة كتير مهمة حابة أركز عليها أنه بدماغ الطفل في عنا ما يسمى نوافذ التعلم اسمه نوافذ التعلم لأنه فيه سن معين هاي النوافذ تتسكر ممكن تتسكر نهائياً نحن لما الطفل يوصل لعمر ست سنين هاي النوافذ في قسم كتير مننا يتسكر ما بقى قابل أنه يكتسب طبعاً تتنمى أو نحن نشتغل على الطفل لحتى هاي النوافذ تزغزة من خلال التواصل والحوار مع الطفل اللي نحن نظل دائماً نركز على أهم يدو الطفل يسمع الإدراك السماعي عند الطفل يقوى فبالتالي مراكز اللغة أو اللغة عند الطفل تتطور الطفل يشوف أمه هي عم تحكي أو هي عم تطبخ فهو يحاول يقلده فبالتالي المهارات الحركية عنده تتنمى مهارات الطفل تتنمى بهاي الطريقة أو نوضر نقول مراكز الإدراك عند الطفل تتنمى بهاي الطريقة لما أنا يوصل عندي الطفل لعمر أربعة سنين ولهلا ما حكى فهو في عنا مشكلة أنه نحن ما تابعنا الطفل ممكن الطفل عم يستعمل كتير وسائل تواصل اجتماعي ممكن البيئة المحيطة بالطفل بيئة فقيرة الأم مفاضية تحكي مع الطفل ممكن إذا الطفل راية تتعربش يوصل لهدفه أو يوصل للعبة تبعه أو يفتح الخزن تبع المطبخ لحتى ينبش ويطالع لغرات الأم تسكر الخزن كل الخزائن يكون فيه عليها قفل تكون مقفولة بمفتاح بحيث أن الطفل ما ينبش وما يطالع الموجود جواده طبعا أكيد نحن نقدر أنه هذا الأمر متعب بالنسبة للأم ولكن هذا هو أو هاي هي الطريقة اللي يلمو فيها الطفل لأنه نحن نرجع نركز على نقطة في عنا نوافذ للتعلم عند الطفل إذا ما نضجت لعمر الست سنين راح تظلم سكرة سواء باللغة سواء بالإدراك الحسي سواء بالإدراك السماعي سواء بالإدراك البصري سواء بالحركات تمام تمام فاتن فاتن بسياق الحديث وبالبداية ذكرتي أنه في عنا 8 أنواع للذكاء نقدر نعرف معك إيش هنهل 8 أنواع وبعدين نحكي بيكل نوع لحال بالنسبة لأنواع الزكاء أكيد نرجع نركز أنه نحن ما عنا نوع واحد من الزكاء ممكن يربط الأغلبية إلا زكاء بالتحصيل العلمي هو التحصيل العلمي واحد من أنواع الزكاءات هذول حقيقة نحن عنا 8 أنواع يندرجوا تحت 3 تصانيفين نسميها الصنف الأول هو زكاء الأكاديمي زكاء الأكاديمي يندرج تحته زكاء اللغوي أو زكاء اللفظي بالإضافة للزكاء المنطقي اللي هي قدرة الطفل على الاستنتاج أو نسميه كمان الزكاء الرياضي بالإضافة لزكاء المكاني أو زكاء الفراغي الثلاثة هذول يندرجوا تحت مفهوم أو تحت بند زكاء الأكاديمي زكاء المتعلق بالهوايات والأنشطة هو الزكاء الحركي بالإضافة للزكاء النغمي أو الموسيقي والزكاء البيئي أو المحيطي للطفل أو زكاء الحيوي فينا نسميه النوع الأخير الثالث فينا نقول أنه هو الزكاء المتعلق بالشخص ينقسم طبعا لقسمين زكاء شخصي ذاتي وزكاء متعلق بالعلاقة مع الآخر أو نسميه زكاء الاجتماعي نعم تنقول فاتن هلا بدنا نعرف أكتر عن الذكاء الأكاديمي شلون عم يتم تنمية هذا الذكاء هل أكيد فيه وسائل أو طرق؟ أكيد سبارثا في عنا كتير وسائل وكتير مهم نرجع نركز على نقطة كتير مهمة التدخل المبكر مع الطفل الزكاء الأكاديمي ينقسم لثلاث أقسام وهو القسم الأول منه الزكاء اللغوي أو زكاء اللفظي فينا نسميه وكتير نحن نشوف الأشخاص اللي عندن زكاء لغوي حقيقة هن موجودين بس نحن مو نعرف أن هدون الأشخاص عندن زكاء لغوي هذا زكاءوي ما أنا موهبة بس لحالة زكاء لغوي الأشخاص اللي يتميزوا بهذا النوع من زكاء هن أشخاص قادرين يستخدموا مفردات اللغة بطريقة صح قادرين هدون الأشخاص أنه يحفظوا أناشيد يحفظوا مقالات كل شيء له علاقة بالكلمات حتى حوارا تحسين حوارا منمق يستعملون مفردات مناسبة لغرض الموضوع يشدكي حديثا يجذبكي وجودا هدول الأشخاص أشخاص هن قادرين يعبروا عن مشاعر بطريقة تلفت الانتباه قادرين يديروا حوار في عنا كتير مثال واضح وجدا نحن معاش معنا في الحياة العملية هو الشخص لما يتقدم لمقابلات العمل في أشخاص كتير عندهم مهارات وعندهم قدرات وعندهم تحصيل علمي عالي ولكن للأسف اللغة متصعفا فهن مو قادرين يعبروا عن نفسا أو مو قادرين يستخدموا المفردات اللي تخدمن فنشوف أنه نسب القبول لهذول الأشخاص ممكن تكون ضعيفة لأنهن مو قدروا يعبروا عن نفسا ما استخدموا المفردات المناسبة لغرض الموضوع وفي أشخاص مهارات عادية قدرات عادية ولكن قادري بكلام وبأسلوب وبانتقاء لهالكلمات المنمقة يجذبوك لحتى أنت توافقي أو لحتى أنت تنجز به لهذول الأشخاص يعني هذا مثال جدا نشوفه في الحياة العملية كثير بهم هذا النوع من الزكاء إذا تم تنميته رح يكون عندنا طبعا من البداية نرجع نأكد أنه نحن كل شي نشتغل على الطفل من البداية أو في سن مبكرة أكيد رح نشوف نتيجته إذا مو بمرحلة الطفولة حكما رح نشوف نتيجته بسن البلوغ وإلى آخره لكن الأشخاص اللي تبتعوا بالزكاء اللغوي هنه أشخاص شاطرين بكل ما يتعلق باللغة سواء لغة إنجليزية سواء لغة عربية سواء ترجمة كل شي يتعلق بالكلمات أو المفردات حكيتي على مراحل أو أدوات أو وسائل تنمية الزكاء الأكاديمي يتم تنميته إذا نحن رجعنا شوي للمرحلة الجنينية أول نقطة بدنا نركز عليها بتنمية الزكاء الأكاديمي هي التواصل والحوار مع الطفل في كثير من الأشخاص يعتقدوا أنه الطفل مبلش نحن نحكي معه لما هو يكون قادر أنه يريد علينا بالحقيقة أن الطفل بالمرحلة الجنينية وهذا علم بالمرحلة الجنينية خلال الأسبوع العشرين تكتمل عنده حاسة السمع يعني قادر أنه يسمعنا فينا نقول بشهر الخامس يعني بالأسبوع العشرين تبلش الأم بالأشهر الأخيرة ينصح أن تسمع أغاني جو البيت يكون رواق لحتى هي بكرة الولادة تكون سليسة بالإضافة أنه الطفل رح يكون رايق الطفل ما رح يعزبه رح يكتسب كل شيء عضطه بمرحلة الجنينية نشوف حتى بعملية الرضاعة بعد عملية الولادة بعملية الرضاعة لما الأم يصير في تلامس بينه وبين الجنين إذا هي بس غفلت عنه أو مسكت الموبايل أو حكت مع حدا يبلش الطفل يجرح فيها أو ينخشى أنه نطلعي علي أنا هون هذا الدليل على أنه الطفل عم يتواصل مع الأم هدول هني أساليب التواصل بالمرحلة الجنينية وبمرحلة ما بعد الولادة ولكن هل أنا طفلي أتبع معه أساليب صحيحة أم لا شلون بدي أتحاور معه شلون بدي أخذ وأعطي معه التواصل بين الأم والطفل مهم جدا ممكن الأم هي ماشية بالشارع حتى لو الطفل عمره سنة وسنتين أنا ما أقول أنه أستنى لبعد سنة وسنتين لحتى هو يكون قادر أنه يرد علي لا قبل السنة وسنتين كمان حتى بالأشهر ونحن رايحين مشوار شرح له أنه رايحين المكان الفلاني رح نجيب هيك للبيت رح نضبخ هيك رح نعمل هيك بابا هيك يحب أنا رح أعمل لبابا هيك التواصل حتى بهدول الأمور أنت تفكري ما يسمعك بس هذا كله يصير سيف عنده تماما هذا كله يتخزن عنده الطفل بالإضافة للأم ممكن تتبع أساليب تاني مثل رواية القصص في عنا قصص مصورة للأطفال ممكن الأم تستخدمها بالمرحلة الأولى هي تروي القصة للطفل بعدين يصير أنه طفل هو يقدر تشجعه طبعا تشجعه أنه يقرأ القصص ممكن أجيب له قصص مصورة ممكن أجيب له روايات بس يكبر بالعمر كل مرحلة عمرية مستوى القراءة طبعا يكبر على حسب العمر يعني أولا هي تقرأ بعدين تبلش تشجعه لحتى هو يقرأ تشجعه أنه تجيب له روايات تشجعه أنه تجيب له قصص طبعا مناسبة أكيد لعمره في المرحلة اللاحقة وممكن أن هو يبلل شقرة لحاله خصص روايات هو يحبه ممكن كمان نتبع اسلوب مع الطفل إذا فينا نحن نستخدم الألعاب هدول إذا الطفل ما حب فكرة القصص ممكن نستعمل الألعاب هدول ونعمل قصة من خلال الألعاب هدول فهي وسيلة جدا محببة للطفل الطفل رح ينجذب رح يكون مجال الاستمتاع تماما رح يكون مستمتع وكمان رح يتخزن هذا الشي لأنه عم يشوف شي مجسم أمامه فممكن رواية القصص كمان تكون عن طريق ألعاب الدمه هدول تمام أكيد فاتن حكينا عن أول نوع من أنواع الذكاءات وتصنيفاته رح نكمل بذكاءات الثانية ولكن مشاهدي سوبورو تيفي بعد ما نرجع من البريك وتابعي سوبورو تيفي مكملين معك بنوع الذكاء الأكاديمي فاتن حكينا عن الذكاء الأكاديمي وصنف واحد منه هل نكمل بالصنفين الثاني؟ تمام نحن حكينا عن نوع الأول من الذكاء الأكاديمي اللي هو الذكاء الهووي أو اللفظي النوع الثاني من الذكاء الأكاديمي أو اللي يندرج تحت بند الذكاء الأكاديمي هو الذكاء المنطقي أو الذكاء الاستنتاجي الذكاء المنطقي يتمتع الأشخاص اللي عندن ذكاء منطقي أو استنتاجي هنه أشخاص عندن قدرة كتير كبيرة على الاستنتاج عندن قدرة على أنه كل شي يحاولوا يستفسروا عنه يعني فينا نقول هنه أشخاص مقادرين يحفظون بصن هنه أشخاص استنتاجية تمام مقادرين المعلومة تفوتن إذا هنه ما استنتجوا وسألوا عن أسبابه وعن كل المعلومات التي تخصها فهنه أشخاص عندهم قدرة على الاستنتاج عندهم قدرة كتير على التحليل ونشوفها دول الأشخاص شاطرين بالمواد اللي علاقة بالاستنتاج مثل العلوم مثل الرياضيات بالأخص المواد اللي علاقة بالاستنتاج كتير مرات نشوف الأهالي يتعاملوا مع هيك نوع من الأطفال ينتهروا بس تحكي يكفت كتر أسئلة عجزتني هذا النوع من الأطفال نتفق قلياتنا أنه هو طفل زكي لأنه طفل لماح لأنه طفل واضح أنه هذا الطفل عنده قدرة على الاستنتاج في أحد المرات رحكي لكي قصة كتير لفتتني أنا شخصيا في أحد المرات طفل كان بالمرحلة الابتدائية كان قاعد بيت جماعة وعم يسأل أسئلة خاصة بمكيف الغاز فالموجودين انبهدوا أنه هو طفل شلون يعرف هالمعلومات أو يجي على باله أو يخطر على باله أنه يسأل هيك أسئلة الأب كانت يعني ردة فعله كانت جدا رائعة شجع الطفل ونظر له نظرة ابتسامة خل الطفل يسرد ويكمل على الرغم أنه هو شاف علامات الاستفهام على وجه الكل الموجودين فتشجيع هذا للطفل خل الطفل أنه يكمل فهيك نحن لازم نساعد أطفالنا لحتى هنه يكونوا قادرين على الاستنتاج في كثير من الأشخاص حتى تصير بالمرحلة التعليمية أو مرحلة المرحلة الدراسية في كثير أطفال أو أشخاص يتغير نمط السؤال وصارت مرة بإحدى المدارس تغيرت صياغة السؤال فبعض الأشخاص أو بعض الطلاب اللي هنه عندن قدرة على الحفظ فقط ما ميزوا رأسا كتبوا الجواب مثل ما هو أما الأشخاص أو الطلاب اللي عندن قدرة على الاستنتاج لاحظوا هذا التغيير وللأسف لأنه الغالبية أخطأوا بهذا السؤال تم حزف هذا السؤال وراحت الفرصة على الأطفال الباقين أنه هنه يتميزوا نحن نقدر نمي هذا النوع من الزكاء الزكاء الاستنتاجي من خلال ألعاب العلاقة بالزكاء مثل الشترنج على سبيل المثال البازل على سبيل المثال كمان تساعد الطفل على الاستنتاج بالإضافة للألعاب الرياضية مثل الروبوت بالنسبة للنوع الثالث من أنواع الزكاء الأكاديمي هو الزكاء المكاني أو الزكاء الفراغي الزكاء المكاني الأشخاص اللي عندن زكاء مكاني أو زكاء فراغي هنه أشخاص فنانين هنه أشخاص متميزين هنه أشخاص عندن قدرة على فيك تقولي أنه نحن نقولن بالعامية هنه أشخاص مزوقين عندنا قدرة أنه يعملوا تناغم بالألوان هنه أشخاص حتى نشوف هلا في كتير أساد ترسم في كتير مهندسين في كتير خارجين كليد فنون جميلة ولكن فقط عندنا نسبة قليلة مميزة لأنه فاتت الفرع مو لأنه المجموعة دخلها لأنه هنه أشخاص عندنا هذا الحب فالأشخاص اللي عندنا ذكاء مكان هنه أشخاص مميزين بهذا المجال شوفهم بالتلوين شاطرين بالمكاعبات شاطرين بالبوزل مميزين فهذه الأشخاص طبعا هاي السمة لا تنحاز دائما على فئة الإناس أو الصبايا إنما في عندنا كتير شباب حتى يعني عندهم ترتيب حتى مكاني الطفل اللي عنده زكاء مكاني هو طفل إذا أنت أخذته مشوار لمكان قادر المرة اللي بعدها يستنتج طريق تاني لهذا المكان عنده قدرة استنتاجية على الطرقات عالية جدا نحن نقدر نمي هذا النوع من الزكاء عند الطفل من خلال البوزل كمان المكاعبات الصلصال الأعمال اليدوية ممكن أنا أساعد الطفل لحتى أعمل معه أعمال يدوية في بداية الأمر وهيك أنا يكون أنا عم بنمي هذا المجال عند الطفل والأطفال أو الأشخاص اللي عندن الزكاء المكاني أو الزكاء الفراغي عالي شوفهم شاطرين بمواد العلاقة بالهندسة بالفراغ فهدول الأشخاص نحن نمي عن طريق البوزل عن طريق المكاعبات عن طريق الصلصال عن طريق التلوين أقدر أنا أدخله بكورسات رسم وما إلى ذلك اللي علاقة بالفن نعم فاتن فاتن نحكي هلأ عن النوع الثاني تنقل اللي هو الذكاء المرتبط بالهوايات والأنشطة إذا هلأ عملنا مقارنة أو تنقل عم نسمع أنه بعض الأهالي عم يقولوا أنه هذا الذكاء ماله داعي أو مو موجود ويه إش نقدر نرد على هذا الحكي وكمان شلون نقدر ننمي هذا النوع من الذكاء حقيقة الزكاء المرتبط بالهوايات والأنشطة لازم نحن نشر الوعي أكتر مضاعف عن هذا النوع من الذكاء طبعاً كمان الزكاء القائم على الأنشطة والهوايات له ثلاث أنواع هنه الزكاء الحركي بالإضافة لزكاء النغمي أو الموسيقي ونوع الثالث منه هو زكاء البيئي أو المحيطي لحتى أنا أعرف وأرد على الجواب عفواً على السؤال اللي أنت حضرتك سألته لازم نحن نوضح إش هنه هالزكاءات وهل هنه ضرورة أم لا الزكاء الحركي يكون الشخص عنده قوة كتير كبيرة بالتآذر الحركي البصري يعني مركز بكل قواه البصرية على الحركات قادر يتحكم بحركاته وهذا الشي يشوفه عنده الأبطال الرياضيين قادر إذا نط من الكنبة هاي للكنبة هديك يحسب كتير كويس المسافة اللي هو رح يقطعها بحيث أنه ما يقع هذول الأشخاص ماهرين بالرياضات هذول الأشخاص عندهم قدرة كتير كبيرة على التمسيل هنه يعبروا من خلال جسد أدوات التعبير تبعاً جسد شوفه في كتير أطفال لما يحكوا يبلشوا يعملوا حركات هيك هيك هذا دليل على أنه هذول الأشخاص لغة التعبير تبعاً هي الجسد يعبروا يستخدموا عضلاتاً يستخدموا أصابع إيدياً لحتى هنه يعبروا عن الشيء اللي يبدن يحكوا فهذول الأشخاص عندهم قدرة على التحكم بعضلاتاً عندهم قدرة على التحكم بأجساداً ممكن كتير يتم تنميد هيك نوع من الزكاء عن طريق كورسات تمثيل على سبيل المثال رياضة، جنباز، رقص، ممكن الرقص مع الإيقاع ممكن نجيب للطفل بالبيت ترامبولين أو إزحليقة إذا كان هو الطفل صغير على سبيل المثال بحيث أنه الأم تعمل تدابير وقائية تفرش الأرض فهم على سبيل المثال النوع الثاني من الهوايات والأنشطة هو الزكاء النغمي الزكاء النغمي هو الشخص يكون قادر على معرفة النغمي الموسيقية يعني فينا نقول بالعامية إنه موسيقية كل شيء له رتم قادر أنه يحفظه يكون شخص شاطر جداً ومبدع بإلقاء الشعر هذا النوع من الزكاء ممكن يتم تنميوته من خلال كورسات عزف أو موسيقى أو حتى ممكن يكون بالكورال تبعاً الكنيسة على سبيل المثال حتى تتنمى هاي الموابة عنده ممكن الشخص هذا يكون عنده قدرة كتير عالية على حفظ النغمات بس المفردات مو يحفظها فتشوفيه يقول يبلش يقول كلمة من الغنية ويتندم بعدين يبلش ينغمها بس أنه هو لأنه بيكون ما يكون عنده زكاء لغوي أو زكاء لفظي عنده بس زكاء نغمي ممكن يكون عنده زكاء أي مع بعض فيحفظ الكلمات منيح ويحفظ النغم كتير منيح إذا سنع صوت الأسانسير يحس لأنه هو يحفظ كل شيء أو زكي بكل شيء له علاقة بالرتم يعرف منه إجابة من صوت الحركة من صوت الجرين على الدرج يعرف أنه هذا صوت أبوه مثلاً على سبيل المثال ذكرنا أنه نحن يتم تنمية هذا النوع من الزكاء عن طريق الموسيقى كورسات العلاقة بالموسيقى بالعزف وإضافة أنه ممكن يكون متموج بالكورال أما النوع الثالث من الهوايات والأنشطة هو النوع الأخير هو الزكاء البيئي أو زكاء الحيوي فينا نقول زكاء البيئي الشخص الذي يكون عنده هذا النوع من الزكاء هو شخص يعشق كل شيء له علاقة بالبيئة كل شيء له علاقة بالطبيعة حيوانات نباتات في كثير أطفال عندهم هواية بيجمع المعلومات عن النباتات في كثير أطفال عندهم هواية بيجمع المعلومات عن الحيوانات على سبيل المثال ممكن نحن نشجع الطفل لحتى ننمي هذا النوع من الزكا نجيب مثلا دفتر على سبيل المثال ويحط فيه صور للحيوانات أسماء هذه الحيوانات من التكاثر بالولادة من التكاثر بالبيوت أي مدة أو فترة الحياة لكل حيوان بالإضافة إذا هو ما نهتم بالحيوان نهتم بالنبات ممكن مواعيد زراعة هذا النوع من النبات قد يعيش شلون الآليل حتى هو يتغزى أشني التدابير اللازم أنا أعمله وكل ما يخص النباتات هو يعشق شيء له علاقة بالنباتات والحيوانات أو كل شيء له علاقة بالطبيعة والبيئة شلون أشجع الطفل مثل ما ذكرنا أنه أنا أشجعه بحيث أنه نعمله مذكرة نعمله دفتر يحفظ هاي المعلومات جواته ذكرتي أنه ممكن في أهالي يقولوا ما في داعي لهذا النوع من الزكاء الزكاء المرتبط بالهوايات أو الأنشطة ما في داعيتنا ما عنده الطفل طالما هو ما له علاقة بالتحصيل العلمي أولاً نحن لحتى النمي هذا الجانب عند أطفالنا لازم نتذكر شغلة كثير كثير منيحة أنه نحن ممكن هلا نكون مثال لأطفالنا مثال لحالنا بالمرتبة الأولى ممكن نحن بعمرنا هذا نتحصر على أيام فاتت نحن ما تعلمنا فيه على آلة موسيقية نتحصر على كورال كان لازم ندخله ولأنه نحن ما دربنا صوتنا ما دخلنا فنحن راحت علينا هاي الفرصة نتمنى أنه نعوضها بأطفالنا بالإضافة أنا عم بنمي عنده الطفل الشي هو يحبه ولا سيما أنه ممكن هذا الشي يحبه يصير جزء من مستقبله يعني أين المشكلة إذا هو كان طبيب ورسام على سبيل المثال ممكن بكرة أضخم المعارض تستدعيه يكون قصة نجاح يصير مضرب المثل بالمجتمع أنه هذا الطبيب هو فنان هو مبدع بالرسم أو يكون شخص مهندس أو جامعي ومبدع بالموسيقى بكرة كل الاحتفالات الخاصة بالكنيسة أو برا الكنيسة رح يستدعوا هذا الشخص لحتى يستفادوا من الخبرات اللي عنده فنحن إهمالنا لهذا الجانب رح يروح كتير فرص على هذا الطفل ممكن كتير تكون جزء من المستقبل وفيما بعد أكيد فاتن نقاط كتير مهمة ذكرتيا بالنسبة للذكاء التنقل تبع الأنشطة والهوايات وكمان مهم أنه الأهل يتفهموا هذا الشي وينموا هذا الجانب عند أطفالا نحكي فاتن كمان عن نوع الثالث من أنواع الذكائية اللي ذكرناها هو مرتبط بالشخص نحكي على كل تصنيف وتنمية كل تصنيف أيضا الزكاء اللي قائم على الشخص يعني زكاء بالغ الأهمية رح نقسمه لقسمين هو زكاء الشخصي أو الزاتي وزكاء الاجتماعي الزكاء الشخصي أو زكاء الزاتي هي أنا معرفتي لنفسي هي وعي بذاتي أنه أنا أعرف مشاعري تمام وأعرف شلون أتعامل معه وشلون أديره رح أعطيكي مثال نحن بكثير من الأحيان نتصرف تصرفات نندم عليها لأنه نحن نفعلنا بموقف ما كان في داعي هالانفعال كله أو حتى على النقيد تماما ممكن حتى نحن بفترات أو بنحظات الفرح نعمل ردات فعل ورياكشن مبالغ فيه لأنه نحن ما سيطرنا على وما ضبطنا مشاعرنا وما سيطرنا على مشاعرنا فالشخص القادر أن يتحكم بمشاعره ويدير مشاعره بطريقة صح هو شخص زكي هو شخص قادر يعرف مشاعره ويعرف يتعامل معه في كثير من الأحيان يصير طلعة مجموعة شباب وصدايا أنا فعلياً ماني مرتاحة بالطلعة معه بس لأنه خايفي من التنمر أنه ما طلعت هي لأنه هي معقدة لأنه هي تحب تضل بالبيت فأروح على سبيل المثال أنا أروح وبعرف أنه لما أرجع ما رح أكون مفسوطة وما رح أكون مرتاحة لأنه بالأصل أعرف أنه هدول المجموعة ما يشبهوني التصرف الصحيح بهيك نوع من الحالات أولاً أنا هدول الأشخاص أنا ماني مرتاحة في شي ما نمريح بالطلعة أنا هدول الأشخاص رح أرتاح بالقاعدة معاً؟ لا أحب القاعدة معاً؟ لا طيب ليش رح أروح؟ هل إذا أنا رحت ورجعت ورح آخذ شي يفيدني ويغير فيني شي؟ لا إذن طيب ليش رح أروح؟ لأنه مشان ما يحكوا علي طيب فيه ثلاث نقاط أو أربع نقاط راجحة لطرفي ليش أنا عم يعني عم بزور على نفسي؟ ليش أنا عم بضغط على نفسي وأروح بسبب كلاماً؟ وبعرف أنا بالنهاية ما رح أكون مرتاحة النتيجة ما رح أتصرني لهيك كتير ضروري أصبر الثاءن نحن نعرف مشاعرنا بالمرتبة الأولى ونعرف شلون نتعامل معه الآن شلون بدأ تتعامل مع الطفل؟ شلون بدأ تخلي الطفل من المرحل البداية وكتير مقطة مهمة؟ نحن نخلي أطفالنا يعرفوا مشاعر أول شي لازم نتعرفهم بالمشاعر لحتى ما يصير خربطة يعني ممكن طفل لعب الرياضة وخسر بالرياضة يقول أنا أكره الرياضة هو فعلياً مو مكرهان الرياضة هو فعلياً صار عنده مشاعر الغيرة لأنه الفريق الثاني ربح فالأم الواعية والأم العارفة تتصرف بهيك نوع من المشاعر قادة أنه تساعد الطفل أولاً أنه أنت مشاعرك ما نكره للرياضة هي مشاعر الغيرة وهذا الشي طبيعي أنا هون عرفته بمشاعره واحترمته مشاعره ولكن نحن ممكن كمان يصير في وعي أنه نحن هلا نربح هلا نخسر المرة الجاي نحن رح نربح تمام؟ وهلا نحن ممكن نروح ونهني الفريق الثاني عرف شون يتعامل مع مشاعره تمام؟ أولاً أنا قسمته مشاعره عرفنا أنه هي مانا مشاعر الكره للرياضة لأنه حكم عليها من الحالة من الحالة تبعه فالمشاعر اللي نبنت على هذا المجال هي مشاعر غيرة مانا مشاعر كره لهيك في كتير وسائل ممكن الأم تتبعها مع الطفل هي أنه تعرفوا عن المشاعر في كتير وسائل ممكن ناخدها هون بعين الاعتبار اسمايلات هدول هني اسمايلات التعبير عن المشاعر ممكن تجيب هذا الشعور عند الطفل وتقول له هذا إيش عم يعمل على سبيل المثال أو هذا إيش هني المشاعر أي أش نوع من الأش نوع المشاعر وممكن إذا هو الطفل مو يعرف لسه المشاعر نحن نعرفه إنه هذا مشاعر الحب تمام؟ هذا عم يبكي إذن هو حزين على سبيل المثال هذا مبسوط مشاعر الفرح مشاعر السعادة أنا هون قسمته للطفل ووضحت له إيش هني المشاعر هذا اسمايل غضبان هو مزعوج هذا الطفل فإذا نحن هون عرفناه بهاي الوسيلة المحبة لقاله إنه شلون هو يتعرف على المشاعر أش هي المحبة أش هي السعادة أش هي الفرح أش هو الحزن ممكن نستعمل وسيلة تانية هدول الطابات على سبيل المثال هذا هذا السمايل ممكن نقوله يقلد يقلد السمايل على سبيل المثال هو مبسوط هذا هذا مثلا هذا منطعض هذا السمايل تمام من خلال السمايلات هدول أنا أقدر أخلي الطفل حتى يقلدهم وأنا أعرفه عن المشاعر وكتير نمازج فيه للطفل أنا أقدر أعرف الوسيلة المحبة لأله ممكن كمان في عنا أقلام هذه الأقلام هي أقلام تعبيرية عن المشاعر كل قلم في شكل معين ممكن من خلال هذا الموضوع كمان أنا أعرفه بالمشاعر لحتى هو يعرف شلون يتعامل معه كتير مهم أنه نحن نعرف الطفل عن المشاعر لحتى فيما بعد لأنه الأشخاص اللي مقادرين يعبروا عن مشاعر هنه أشخاص يصير عندنا وباضغضب ممكن يصير عندنا اكتئاب لأنه هنه أصلا يعني بيكونوا بموقع بموقف من المفترض أنه هنه كان يعبروا عن مشاعر المحبة لشخص المقابلين ما عبروا في شي من جوه منعا فيرجعوا على البيت ياريتني لو كان أعبر ياريتني لو كان حكيته غضطوا لش ما حكيته وهيك لحتى أنا ما أقع بمتاهة المشاعر هاي من المفترض يتم تنميتها في مرحلة مبكرة عند الطفل ونرجع نأكد كل ما كان التدخل مع الطفل والعمل مع الطفل بمرحلة مبكرة كل ما كانت النتائج أفضل النوع الثاني من أنواع الذكاءات القائمة على الشخص هي الذكاء الاجتماعي الشخص اللي عرفان نفسه اللي عنده ذكاء شخصي أو ذكاء ذاتي حكما هو شخص قادر يعرف مشاعر الغير وقادر أنه يتعامل معا في كتير من الأشخاص وأتوقع انصادفا كتير أشخاص هني قلبا كتير طيب هني أشخاص عن جد من جوة نظيفين كتير ولكن ما عندنا الأسلوب بالتعبير عن نفسه شوفين يستخدموا كلمات أو أسلوب جارح بالحديث أو حركات أيديا فتحسي أنه هذا الشخص ما نمريح هني يعبروا عن نفسه بطريقة خاطئة ولكن أنا لازم أعرف هذا الشخص كيف يعبر عن نفسه وكيف أنا لازم أتعامل معه إذا أنا عندي مدير على سبيل المثال المدير من المفترض أنا لحتى تكون العلاقة معه سلسة وسهلة أكتر من المفترض أنه أنا أعرف طبيعة تفكيره يعني إذا هو يكره اللعناد وأنا أعند معه رح نوصل لطريق مسدود وحقيقة موضوع الزكاء الاجتماعي حتى بالعلاقات الزوجية حتى بالعلاقات المهنية الزكاء الاجتماعي مهم جدا يعني إذا الزوجة أو الزوج ما فهموا بعض ما كان عندنا هذا النوع من الزكاء مقادرين أنه يستوعبوا بعض هو يعيط هيط عيط فتا يصير مشكلة كثير كبيرة ونفس الشيء تعاملها مع أهله تعاملها مع حماته الأشخاص اللي ما عندنا هذا النوع من الزكاء رح يتعرضوا كثير لحتى ضغوطات نفسية لأنه هني مو يعرفون أسلوب الشخص المقابل أو ما عندنا فن التعامل مع الآخر أما الأشخاص اللي قادرين يفهموا الشخص المقابل قادرين يستعملوا الأسلوب المناسب للشخص المقابل هني أشخاص عندنا هذا النوع من الزكاء الاجتماعي وفي كثير من الأشخاص نشوف أنه هني ما عندنا أصدقاء لأنه هني مو عرفان ينتعاملوا مع حدا مو عرفانين يتواصلوا ما في عندنا اللغة التواصل مع الشخص المقابل بالأصل بيكون هني معرفانين يتواصلوا مع نفسهم معرفانين هني إيش بدن لحتى يتواصلوا مع الشخص الآخر الأم الحاب يتنمي هذا النوع من الزكاء عنده الطفل يتنمى النوع الاجتماعي أو زكاء الاجتماعي من خلال العلاقات الاجتماعية كشاف، مراكسر بيدينية، أرشطة جماعية مع الأطفال، قاعدات بالإضافة أنه لو سمحت أن الأم لا تأخذ المبادرة من الطفل الطفل جايت يحكي، يعبر عن نفسه، الأم تقاطعه أو هو طفل صغير يلا مو يفهم أنا بدي أحكي بداله فتترك زمام المبادرة وزداء زمام الحديث لألهية وتبعد الطفل عن الواجهة تعلموا أساليب التواصل الاجتماعي إذا أنت فايت لمجموعة، فايت على مكان اجتماعي حلو أنه تسلم وتقول للمرحبا إذا عيت لازم تقول لن كل سنة وأنتم سالمين وأنا أشجعه ولما يفوته ويهو يعيد أو يفوته كلن كل سنة وأنتم سالمين مفروض أنا أبين مظاهر الفرح لهذا التصرف واللي هو تصرفه ممكن أنا أقول خلاص عادي إذا قالوا ما قال هنه ما رح ينتبه هنه ما رح ينتبه أو هنه ما رح أكيد يعادبه هذا الطفل الصغير بس هو رح يتنمى هذا الزكاة عنده إذا أنت تصرفت هذا التصرف نعم فاتن أكيد صحيح لكل النقاط اللي ذكرتيا ورح نتابع بنقاط موضوعنا وحلقتنا لكن مشاهدي سوبورة تيفي بعد ما نرجع من البريك مشاهدي سوبورة تيفي بعد البريك متابعين معكم بنقاط موضوعنا حول الذكاءات عند الطفل فاتن حكينا عن ثلاث أنواع من أنواع الذكاءات عند الطفل وتصنيفاته وأقسامه كمان عم نسمع أو عم يسير ضد جاي وصار ضد جاي حول الذكاء العاطفي وكتار يمكن عم يحكوا فيه ولكن ما عم يعرفوا إيش هو مفهوم هذا الذكاء نقدر نعرف ماكي إيش هو مفهوم الذكاء العاطفي وكمان شلون يتنمى حكينا سبورة عن الذكاء الذاتي وذكاء اجتماعي تكامل الذكاء الذاتي أو الذكاء الشخصي مع الذكاء الاجتماعي ينتج عندنا ما يسمى الذكاء العاطفي يعني بمجرد ما يتم تنمية الذكاء الشخصي ومجرد ما يتم تنمية الذكاء الاجتماعي عند الشخص نقول أن هذا الشخص ذكي عاطفيا ودراسات أثبتت أن الأشخاص الذين عندهم ذكاء عاطفي 80% من هؤلاء الأشخاص حققون نجاحات على خلاف الجانب الأكاديمي في كثير من الأشخاص بارعين في أشخاص كثير عندهم قدرات تعليمية وتحصيل علمية عالية ولكن ما عندهم زكاء عاطفي فهدول الأشخاص ما قدروا يكونوا من هدول الأشخاص الناجحين للأسف فنحن تنمية الزكاء الشخصي الذاتي عنده الطفل وتنمية الزكاء الاجتماعي مثل ما حكينا على وسائل التنمية راح تعطينا بالنتيجة الزكاء العاطفي اللي هو بالأصل المفروض يتنمى عنده الطفل بسنوات مبكرة لحتى نحصل نحن على شخص بالغ قادر أنه يكون في عنده هذا النوع من الزكاءات الاجتماعية سواء زكاءات العاطفية سواء كان بمكان العمل أو سواء كان مع ذاته في كثير بس راح أنوه على نقطة من بعد إذنكي في كثير من الأحيان الطفل محابب أنه يأكل الأم تخصبه على الأكل في كثير من الأحيان يبكي الطفل تعطيه الأم آيباد موبايل حتى بس يسكت في كثير من الأحيان يتصرف أي تصرف الأم تحاول تلهيه بس بشان يوقف أو تنعاته بأنه لا تبكي أنت رجال الرجال مويسر يبكي عم تعمل بهاي الحالة تخدير لمشاعر الطفل فإذا نحن اتبعنا هالأساليب مع أطفالنا شلون رح ينتج عندي أنا أطفال عندن أو أشخاص عندن فيما بعد ذكاء عاطفي إذا نحن ما عم نسمح لن أنه يعبروا عن مشاعر مشاعرنا ما بلش ويعبروا عنها نحن خدرناها ما سمحنا أنه تطلع في كثير حتى من الأحيان والطفل يكون بالسوبرماركت أو بالشارع تجيه ونوبات بكاء ونوبات غضب مو عرفان ليش لأن يصير زحمة مشاعر عند الطفل مو عرفان الشعور المحدد اللازم يعبر عنه فهون واجب لأمة لما اتفقنا تنمي هذا النوع من الزكاء الشخصي وزكاء الاجتماعي عند الطفل لحتى ينتج عندي تكامل بين هالزكائين وينتج عندي ما يسمى بالزكاء العاطفي ستحصل بالزكاء العاطفي على شخص ناجح إن شاء الله يكون هو شخص ناجح أكاديميا ويترافق مع الزكاء العاطفي فيكون هو شخص ناجح على الصعيدين أكيد فاتن فاتن كمان تنقول الأهل شلون يعرفوا أنه طفلاً هو يتميز أو عنده هذا الذكاء وممكن كمان أنه الطفل يكون عنده نوعين من الذكاء أو الكل شلون يقدروا يكتشفوا هذا الشيء حتى هنه كمان يساعدوه بتنمية الذكاء اللي عنده كثير حلو هذا الحكي يا سبرثا أكيد الطفل بمراحل عمره المبكرة فينا نقول بسنه المبكر ما رح نعرف نحن هذا الطفل أي نوع من الذكاء أنا لازم أشتغل عليه طيب هو ذكاء أكاديمي ولا هو ذكاء لفظي ولا هو ذكاء نغمي عجب أشتغل يطلع بالمستقبل عجب على أي ذكاء بدي أشتغل فهون من واجب الأهل أنه يشتغلوا على كل أنواع بدون استثناء أي نوع نبدأ نشتغل على الطفل بدون استثناء الأنواع ألتماني وبالمستقبل هو يختار الذكاء اللي يبدع فيه أو المجال اللي هو ينتمي لأله فإذا واجب الأهل أنه يشتغلوا على الأنوات الألتماني أكيد منا مهمة سهلな نرجع النوة منا مهمة سهلة أبدا ولكن طالما أنا حابة أشوف هذا الطفل اللي عنده هذا النوع من الزكاء المتعدد فأكيد أنا رح أتعب وأبزل جهد لحتى يوصل الطفل للشيء اللي أنا أريده أيضا فاطم بدنا نحكي بنقطة أخرى مهمة تنقل أنشطة الذكاءات المتعددة إشقد مؤثرة أو عم تساعد بالعملية التعليمية التعلم عند الطفل وأيضا كمان بتنمية الفكر عنده النقطة المحورية أو المفصلية اللي عند الأهل أكيد هنا دائما بدنا نعملوا إسقاط لكل المهارات على التحصيل العلمي أو على النحية التعليمية أو على النحية الأكاديمية الزكاءات اللي نحن حكينا عليهم الزكاءات الرتمانية القسم منن هو خاص بالتحصيل العلمي هو الزكاء الأكاديمي الطفل اللي يكون عنده زكاء لغوي هو طفل مثل ما ذكرنا طفل مبدع أو هو طفل شاطر بكل ما يتعلق باللغة لغة إنجليزية لغة فرنسية ترجمة لغة عربية شاطر بالشعر شاطر بكل ما يتعلق بالكلمات هو مبدع بهذا المجال يقدر يترجم من لغة للغة بسهولة وفي أشخاص كثير عندنا هاي الموهبة أو هاي المهارة أن يترجم من لغة للغة الزكاء اللي حكينا عليه وكمان ندرج تحت الزكاء الأكاديمي هو الزكاء المنطقي أو الاستنتاجي أو الزكاء الرياضي في نسميه الطفل اللي عنده هذا النوع من الزكاء هو طفل شاطر أو طفل مبدع بكل ما يتعلق بالعلوم كل ما يتعلق بالاستنتاج بالرياضيات الرياضيات هون نحكي عن اللي اللي له علاقة بالمعادلات وبالاستنتاجات أما الأشخاص اللي عندهم زكاء مكاني أو زكاء فراغي هنه أشخاص مبدعين بمجال الهندسة أو هنه أشخاص مبدعين بكل شيء له علاقة بالفراغ بالمكان وكل شيء له علاقة بالأمور الهندسية أو مادة إذا فينا نقول مادة الرياضيات ولكن قسم الهندسة الفراغية على سبيل المثال هذا هو مما يخص التحصيل العلمي لكن باقي الأقسام أو باقي الأصناف هي أصناف اجتماعية هي أصناف على صعيد التنمية الشخصية هي أصناف على صعيد التنمية المهارات والهوايات عند الطفل كمان نقطة أخرى أخيرة رح نحكي فيها حول موضوعنا لليوم عن مدميرات الذكاء عند الطفل بصراحة هنا ما ننبس مدميرات الذكاء عند الطفل أنا من وجهة نظري هي مدميرات الطفل بحد زادة مدميرات الذكاء أو مدميرات الطفل فينا نسميها هي شاشات سواء كان تلفزيون أو موبايل آيباد وكل الوسائل لعلاقة بالشاشة الطفل لما يكون بعمر مبكر خاصة فينا نحن هيك نخص بالذكر نحن ذكرنا ببداية الحلقة أنه في عندي مراكز تعليمية رح يتم أقفالها بعمر الست سنين أنا متخيلة هذا الطفل إذا يضل على الشاشة ماسك الموبايل إذا بدي أطلع زيارة بدي أعطيه الموبايل بشان يسكت إذا بدي أطبخ طبخة بشان ما يعمل ليلة بكي أعطيه الموبايل بس بشان ما يحكي هي لأن وسيلة جذب لأله هو يستمتع بهذا المجال يستمتع بهذا الفضاء إذا بدي إذا يجي حدا عندي ضيف بدي ألحي ابني وأعطيه الشاشة بس بشان يسكت بس بشان ما يعبر بس بشان ما يبكي هي كماني عم بخمد الشعور عنده فأنا بهاي الحالة عزلت الطفل عم بوسط المحيط خاصة بسن مبكر لا عم بيتواصل معي ولا حتى أنا عم بيتواصل وهي نشوف كتير إذا كانت سيدة عاملة ما عندها الوقت أصلا هي تتواصل مع الطفل ونشوف هون أنه في كتير أطفال يتأخر النطق عندهم لأنه ما في تواصل لأنه الشاشة أخذت كل حياتا أخذت كل وقتا طفل بعمر مبكر أو حتى لما يتأخر ينسك جهاز الموبايل لفترات طويلة يبقى عند التلفزيون لفترات طويلة الآيباد نفس الشي يفقد الإحساس على الوسط المحيط يصير الشخص مقوقع على نفسه معزول عن الوسط المحيط لا بقى يحس حتى إذا ساحوا إذا نادوا ما بقى يسمع ما بقى في عنده هذا الشغف اللي يتعربش بأمه بس بشان هي تحمله ما بقى في عنده ما بقى في عنده شغف أنه يتعربش على الكنبايات لحتى يوصل للهدف تبعه لأنه أنا عطيته خمدته عطيته هذا الجهاز وخلص أنا عزل عن الوسط المحيط أنا عزل عن الوسط الخارجي بالإضافة أنه نحن هوني بهاي الحالة مراكز اللغة عنده تتعطل المراكز الحسية عنده تتعطل الشغف بالإنجاز عند هذا الطفل يتعطل يا جماعة أنا هون حولته طفل طبيعي لطفل في عنده سمات توحد طفل المصاب بالتوحد هو طفل ممكن أكتشف هو بالولادة ولد مصاب بالتوحد وتم اكتشافه بعد سنة سنتين اللي هو ولكن طفل طبيعي أنا بإيدي حولت له طفل عنده سمات توحد أو مصاب بالتوحد للأسف كلما عم يتأخر التدخل بهذا المجال كلما يعني يتأخر فترة تتأخر فترة العلاج أو تتأخر السن اللي لازم يتدخل فيها مع الطفل راح تسوق الحالي النتيجة راح تكون أكيد سلبية 50% من الأشخاص بمجرد من الأطفال فينا نقول على وجه التحديد بمجرد ما نعدل البيئة اللي حوالي يرجعوا لطبيعتهم بمجرد تعديل البيئة أنه نشيل أجهزة الموبايل نبلش نخلي الأم تتواصل مع الطفل يصير فيه محاورة يصير فيه تواصل فترجع الأمور إلى مجردها الطبيعي لأن تم اكتشاف هذا المرض أو تم اكتشاف هاي الأعراض مبكرا لكن كلما نحن اتأخرنا هون عامل زمن أبداً ما نرصالح الأهل وأبداً ما نرصالح الطفل أنا عم بحول طفل له عالم خاص موجود هيك ضمن قوقع على حال معزول عن الوسط المحيط من سجن بهذا المكان اللي عم يحكي أكتر من اللغة عم يحكي لهجات مختلفة فمراكز اللغة عنده الطفل هونتو تخربط وأنا انبسط أنه إبني قول أبل بنانا أنا كتير لازم أكون حزرة بهذا الموضوع طفل تحت عمر 9 سنين ممنوع من عمباتاً يمسك جهاز إن كان آيباد أو موبايل أو أي شي بحجة أنه ألعاب زكاء على الأجهزة ما في ألعاب زكاء على الأجهزة ما في ألعاب زكاء عن طريق الآيباد ما في ألعاب زكاء تعليمية عن طريق الموبايل الألعاب التعليمية الألعاب الزكاء هي الألعاب الطفل يلمسها بإيده يميز أنه هذا خشب هذا كرتون هذا الزجاج لازم يميز ويلمسها بإيده لحتى يحس بهذا الإبداع في كتير من الأمهات وهذا كمان كتير داج وشائع إنه الطفل الفلاني يمسك التليفون كتير هاي عدد المقارنة ما فيه شيء ومثل الفلم في شيء ممكن حتى يكونوا أطفال توائم تأثير أحد الأطفال مو يكون مثل تأثير الطفل الثاني لأنه في أشخاص أو في أطفال في عندهم استعداد وراثي في أطفال يكونوا هني عندهم استعداد لحتى لحتى يضرروا بهاي الأجهزة أكتر من أطفال تاني لهيك المقارنة بهذا المجال طبعا المقارنة بشكل عام هي مرفوضة فما بالك أنت عم تأخذني طفلك بطفل هو عم يستخدم أجهزة كتير وما عم بيصير معه شيء وأنت طفلك عادي يلا هو كمان ما رح يصير عنده شيء لا لازم نحن كتير نكون واعيين أنه في أطفال عندهم استعداد يراسي لحتى يضرروا بهاي الأجهزة إذا كان ولابد إذا كان ولابد إذا كان ولابد المرة الثالثة يمسك الطفل الجهاز لحد عمر 9 سنين أو يتفرج على التلفزيون فمو أكتر من نصف ساعة ولما يصير عمره 4 سنين أقل شيء وأكتر من نصف ساعة باليوم يعني رح تأثر أكيد تأثير سلبي عنده الطفل أكيد فاتن بختام حديثنا فاتن وبكلمة أخيرة إيش تحبي تقدمي رسالة أو تنقل توصيات وتوجيهات لكل العوائل والأهالية اللي عم يتابعون عبر شاشة سوبورو تيفي هلا بداية نوجه اعتزار للأب اللي دائما هو مظلوم بحديثنا دائما نحن تدريجيا الحديث يروح للأم ونوجه الحديث دائما للأم ولكن أكيد عزيزي الأب الحديث موجه لألك أنت كمان لأن عملية التربية هي عملية مشتركة بين الأب والأم وعملية التربية ما أنا عملية سهلة أبدا بده جهد ولكن بالمقابل ما أنا شيء مستحيل الطفل بدي أشبه لكي تشبيه أتمنى يظل هيكي عالق بأزهارنا الطفل مثل المطمورة نحن شقد ما نحط مصاري بهاي المطمورة يوم يومين ثلاثة عشر بعد شهرين ثلاثة رح نشوف رح نشوف نحن أنه في مصاري بهاي المطمورة الشي اللي حطيناه رح نشوفه إذا أنا ما عم بحط شي بهاي المطمورة شلون أتوقع بعد شهرين وثلاثة أجي ألاقي فيها مصاري فالطفل نفس الشي الطفل مثل هاي المطمورة إذا نحن ما حطينا جوات هذا الطفل طبيعي أنه بعد شهر وشهرين وثلاثة ما ألاقي نتيجة الشي اللي حطيته لأنه بالأصل أنا ما حطيته ولا شيء والنقطة الأهم اللي رح نضل نذكر فيها أنه لو سمحتن التدخل المبكر جدا مهم التدخل المبكر للطفل أي أعراض أي سلوكيات نشوفه مانا طبيعية عنده الطفل نلجأ للأخصائي إن كان طبيب أو أخصائي نفسي لحتى هو يدخل لأنه كل ما نحن بلشنا بالتدخل وبالتشخيص بمرحلة مبكرة كل ما كانت النتائج أفضل للطفل أو للعائلة وإن شاء الله يا رب نتمنى أنه نعيش بمجتمع معافى نفسيا وجسديا ونتمنى لكل أهالينا الصحة والسلامة أكيد فاتن شكرا كتير لوجودكي معنا اليوم وبكل الحلقات اللي عم ترافقينها ولكل نقاطي اللي ذكرتيا شكرا لألكيس برسا تودي كتير على الاستضافة الجميلة وكمان تحية كتير كبيرة لأهالينا اللي عم يسمعونا شكرا لحسن الاستماع ونتمنى أنه نحن عم نضوي على نقاط ضمن مساحتنا الآمية عم تصلت ضوء على نقاط حساسة وهي مهمة لألن وأرجع أقول نتمنى من كل قلبنا أن نحصل على مجتمع معافى نفسيا وجسديا تودي ساقي مهمة كتير أنه العائلة تنتبه على الأولاد ترافقا بكل مراحل حياتنا العائلة تعرف أنه ابنا بأي ذكاء هو إيش نوع الذكاء الموجود عنده لا تقدر تنميه حلقاتنا مستمرين معك نستنونا الأسبوع جاي بحلقة جديدة من برنامجنا لا ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة